أصدقاء العزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من الجمهورية التونسية وبالتحديد من معدن ديد أبو الديف بولاية قفصة من الضيوف الحاضرين والمدعوين إلى الخيمة المغاربية عينات من الشباب التونسي فيهم من انتهى من الدراسة وفيهم من لم ينتهي بعد عرفت المدارس التشكيلية بتونس بأسماء من الفنانين وهي مدرسة عريقة تعرف بالعائلة التونسية نبدأها من القرجي أبو العزيز القرجي المرحوم فيه أسماء أخرى مثل تركي مثل شكون الأخرين سي الحبيب بيدا سي نصر بالشيخ سي نوديد الهاني سي ذر غيلي سي وحيب لوي سي سامي بن عامر سي عبد العزيز بلحسايري أبو حليل قويعة سي محمد اليانجي جميل مع الضيف أنور نصر وهو الذي كان يردد ويعدد أسماء المعروفين الفنانين المعروفين التونسيين يرافقه الضيف الثاني الفنان الوعيد محمد الزهبي اشتم الورشة ورشة الخيمة المغاربية رفقة الفنانين الجزائرين ماذا عن هذا الحضور في هذا الملتقى الأول من نوعه مع تمديد ارديث نبدأ أو نواصل مع أنور نصر ماذا عن كل هذا أولا أود أن أرحب جل الترحاب وكبير الترحاب بأشقائنا واخدنا من جزائر نعم حقيقة يعني عانوا الأمرين في السفر وغاية الوصول إلى هذه الجهة جهة الديف جنوب جنوب تونسي يعني أقصى أقصى البلاد نعم حقيقة يعني الذوق العام في الديف أفرز تنوع كبير نعم من ضمنه أن زيادتنا على المسرح زيادتنا على الموسيقى ثم تعطش كبير الفنو التشكيلية وهو ما لاحظنا في المنطقة وبحضور الأخوة من جزائر حقيقة يعني وقعت الإضافة نشكرهم جل الشكر باعتبار لكل واحد منهم جاء بتجربة متاعه جاء بتاريخه وجاء باسمه وجاء بزاده زواده كما نقوله نعم كاللينة أنه اقتصمنا معاهم زياد وزواد ليجبني الركض خلينا منهم إن شاء اللي يكونوا يخذوه مننا معناه نعم تمنينا وكل عاد الشمال للجنوب الجنوب الشمال يعني يعني التنازج ثقافي حتى وسط البلاد نعم حتى وسط تونس مناحق لحظنا الي هناك ابتعاد كل البعد عن مفهوم التضحية والوصول تقصد قطيعة قطيعة رأي ماشية احنا اللي خلقناها تخرقت بطبعها باحتبار اني اخوتنا بظروف انا اقول انها مقصودة حقيقة يعني ما الفرق بين اخ من جزائر يأتي من بعد الف كيلومتر وابن البلد فنان البلد ابعد نقطة 400 كيلومتر 300 كيلومتر يعني مشكلة مسافات مشكلة عقلية ومشكلة مبادرة وكانه مقصود ان العمل الفني يبقى محتكر لفئة معينة ومحتكر للبر الوزية والاستقراتية والساحل الاقتصادي جميل وكان السياسة العامة التشكيل حاضر باعتبار ان حقيقة ليست هناك الادوات الكافية ليست هناك من المواد الكافية ولكن هناك من الابتكار ومن الابداع ما يكفي ومن التصور والخلق التشكيلي ما يكفي الجمهور المنطقة وجمهور الجهة كلها وحتى جمهور الشمال والجزائر نشكر 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 وهم يفهم علش نشكرهم انهم مجوءش حقيقة نشكرهم انهم اتحون الفرصة انه نبحث حقيقة يعني هي حضورهم تمنينا الحضور بش نستفاد الافادة تكون بالعطاء والعطاء وفهم العطاء في حد ذاته مش موجود ولهذا في الحضور يعود الغياب والغياب يعود الحضور وهم يفهمون على ايقاع هذه الكلمان احيل المسجلة الى الشاب الواعد الفرنان محمد الذهبي ماذا عن حضورك وماذا عن احتكاتك بالفرنانين الجزائرين طبعا وماذا عن توظيف او استرجاع اشياء اخرى واحياءها تشكيليا رغم انها هي الاخرى كانت تشكيلات بهندسة ما ودورها ليست الدورة التشكيلي واليوم اصبح لها مكان في الفن التشكيلي لتحيا من جديد مرحبا اذكر التجربة في نديم ترديف بالخيمة التشكيلية كانت هذه التجربة تجربة ثيرية لان الحضور كان حضور روحي وليس بكثرة المواد المستعملة او بالتنوع الخامات او بالبهرجة الزائدة جميل كان هذا الحضور الروحي من منطلق الفنان او منطلق فني نابع من ثراء تشكيلي او بداي ذلك الثراء الذي يكون من منطلق عبقارية في الفن او في الفن الفنان الذي هو ان كان شاب يكون يظهر في اطبع الابتكار وهو ما وظفته انا واخي الفنان انور ناصر في اعادة تشكيل او اعادة توظيف بعض المواد التي وجدناها بمخزن الدار الثقافة وكانت لهذه المواد وهي الات عزف موسيقية تاريخ مرسوم عليها وهو الطين لان هذه المواد قد غمرتها مياه الفيضانات في الديف اردنا اظهار هذه القصة باعادة باعادة عرضها في هذه المعرض وبذلك نذكر قصتها ونتدخل عليها تشكيليا ب ببعض الخطوط وكان ببعض الخطوط والالوان ووضعناها في شكل تنصيبة هذا يدخل في نتاق الفن المعاصر لكن دائما كان او غلب الطابع المغاربي برموزه وب تعبيراته التشكيلية في تحت صقف هذه الخيمة التشكيلية النقطة الثانية ادعو كل فنانين تونس الى المجيء الى هذه او الدورة الثانية ان شاء الله في شهر سبتمبر بمدينة ارديف للاطلاع على الطابع الفني المخصوص بهذه المدينة والذي غرسناه هذه السنة مع اخوتنا من العائلة الفنية بالجزائر وليس اخوتنا التوانسة بل اخوتنا من العائلة الفنية ادعوهم الى المشاركة وان شاء الله نشاع عالميا عربيا ثم عالميا وشكرا هل لك اضافة فيما يخص النداء هذا بالذات بالطبع احنا مناش نتحاملوا على اخوتنا فنانين تشكيليين احنا عائلة واحدة في كل حالات والفن التشكيلي فن كوني ينتد الجل اعمار والفن التشكيلي ما عندوش عمر ما عندوش مكان ما عندوش زمن نحن نشرف ونجل شرف ان نرى اعلام بلد موجودين جنب الى جنب معنا نتعلم منهم ناخذ منهم الكثير كثير احنا من الصغار نحن نحكيها بالعربية الدرجة احنا من الصغار تعلمنا عليهم نحل عينيين نفرج في تلزة نشوف السيد توركي السيد زبير السيد حبيب تمنينا نشوفوهم ونحكموا عام تمنينا نوالو كيفو مشينا وقرينا وحبينا الفن وطرع رعنا في الشيء هم الحاضن بتاعنا في كل حالات احنا احنا قايمين ووقفين على رجلنا وراو ديما حضورهم يدعمنا اكثر كيف حضورك سيدك سيد محمد شرفك شرفك بيدي يسر ماكفيش تجرب الفنية اللي حضرت معاك انت كنت الاب كنت الراعي كنت السانت لنا كنت الدافع اللي تفتحنا الطريق نحوه افكار جديدة وبحوط جديدة يمكن انت القابس والحمد لله اللي كنت حاضر بمعانا وقال لنا شرف بشي هضي ارداي في تاريخها كبير يسر وعمو من المناطق المنجيمية وعمو من المناطق المنجيمية من الثادة من ايميزولا حتى في كل منطقه العالم نعم ما كفيش شيء اللي المعاناة اللي اللي عايشينها من التفقير والتهميش الاقتصادي والمادي حرام انه يعانوا من التهميش والتفقير الفكري والثقافي على لقاء هذه الكلمة ننهي هذا اللقاء مع الفنانين الوعدين الاستاذ انور نصر والاستاذ محمد الذهبي آملين اللقاء بكم وبالاسماء اللامعة التونسية في الطبعة الثانية وشكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا